سمعت انا قبل كده عن نيتش البيتكوين واسعار الزهب واسعار العمولات واسعار برضو العمولات المشفرة وحابب اشتغل فيه اكيد طبعا الارباح فيه كويسة جدا جدا ده موضوع انفستمان بقى واستثمار والفلوس نازل عليك من كل حتة طيب المشكلة الكبيرة بالنسبة لدى الوقتي ان موضوع زي ده اكيد هيبقى مكلف واكيد هيحتاج من راس مال زي ما هو بين قدامي دلوقتي وزي ما الكل بيقول اكيد برضو هحتاج قالب يكون بيعرض اسعار العمولات اول باول وبيتحدث تركائي واكيد برضو مفيش الكلام ده خالص في بلوجر لان بلوجر ده عقيم لو تفكيرك زي التفكير ده يبقى انت غلط كليا ولو عايز تبدأ في مجال العمولات الالكترونية والاسعار بمعنى اصح ليه العمولات الالكترونية الفوركس بقى الدهب او حتى العملات الحاجيجية زي اليورو والدولار والدينين مصر وغيره اللي بازن الله لو اشتغلت عليه فترة محددة صح طبعا هتقدر تدخل لدخل يومي ما لا يقل عن عشر دولار والكلام ده عن تجربة شخصية وانا جاي النهاردة اديك العصارة بتاعت التجربة دي وديك كمان قالب بلوجر اللي في كل حاجة انت بتتخيلها في مجال ده بالاخص وفيها كمان اسعار العمولات بتتحدث بشكل يومي واسعار اي حاجة انت عايز تدخلها بديتحدث بشكل يومي من غير ما تتدخل انت خالص وكل الكلام ده بشكل مجاني مليون في المية يعني بداية من الفيديو ده هتقدر تكسب من على الانترنت باستخدام او حتى اسعار العمولات او الدهب او الفوركس او اي ان كان من مسمى للتشات دي ببلاش 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 عشان كده اكمل معي الفيديو للنهاية وبتماني طبعا ان انت تكمل معي الفيديو للنهاية وما تنساش اللايك وشيره كومنت ويلا بينا نخش على شرح النهاردة خليني في البداية بس اواريك مثال للموقع اللي احنا هنعمله واواريك مثال للحاجات اللي انا قلتها موجودة في الورد بريس ومش موجودة في بلوجر العقيم ابن البطة السودة ده كده قالب من القوالب اللي نزلناها في قناة دروس ممكن ترجع تشوفها وتلاقيها في الوقاي اللي فوق القالب ده ما كانش شكله خالص كده ولكن انا حبيت اعدل عليه القالب طبعا عجدني جدا جدا وشكله محترم جدا جدا وهيافي معك بالغرض الى ابعد الحدود وفيه كمان الميزة اللي انت بتدور عليها في موضوع الاسعار الالكترونية احنا هنشتغل في البيتكوين طب خليني جاب لمواريك المميزات القالب ده اللي انا هتدولك بشكل مجاني نشوف اصلا اسعار الموضوع ده في ادسمس عاملة ازاي ده كده في الموقع الاجنبي لو انت هتشتغل اجنبي سعر النقرة في جوجل وهو اعلى من كده بكتير بس انا بديك مسار يعني دي باجي اسعار عندك اتنين ونص دولار تلاتة دولار في اربعة دولار لو عملت السي بي سي من الاعلى للاجل في موقع زي كوين بيس او كوين ديسك الخاص بالبيتكوين هتلاقي ان سعر النقرة يباين قدامك مية خمسة وعشرين دولار ومية وعشرين دولار وتسعين دولار وتمانين دولار ارقام خياليا انت ما كنتش تتخيلها نهائيا ولو اشتغلت فيها بازن الله بالنصاح اللي ادي لك النهاردة هيكون لك نصيف فيها يعني اكيد طبعا مش في السبعين والمية وعشرين والكلام ده ولكن هيكون عندك نقرات كويسة جدا جدا محتوى اجنبي لو انت تشتغل اجنبي طيب لو انا اشتغل عربي اعمل يا محمد زي ما مش شايفين واحد تسعين سنت بيتكوين يو اس دي اه عندنا هنا اخبار العملات واحد ونص دولار كويس جدا جدا ما تتبطرش بيتكوينت يو اس دي اللي هي اسهل حاجة انت ممكن تعملها في الشرحة بتاع النهاردة وهوريك السكريبت بتاعها سعرها واحد فاصلة تلاتين سنت والموضوع كويس جدا جدا وممكن تشتغل عليه وفي المستقبل القريب بازن الله هتحصل منه على زيارات محترمة جدا جدا تب فين القالب ده القالب اللي ظهر قدامك دي كده اه ودجت معينة لضيفها لك في القالب ده انا لضيفها لك بالمناسبة اه بتظهر لك اسعار العملات البيتكوين يسيريوم اكس ار بي غيره من العملات التانية بشكل لحظي يعني اي تغيير بيتم على العملة دي بيزهر قدامك زي ما انت شايف يعني اي تغيير بيحصل قدامك بيتم خلاص تاني حاجة عندنا هنا لتحويل يعني واحد من مسلا البيتكوين انا عايز احاول من البيتكوين تمام الى الدولار او اللي هو الجيني المصري او هكاتب هنا كده اللي هو اللي هو اللي هيزهر لي الواحد بيتكوين بيساوي مية اربعة واربعين الف جيني مصري اللي هو بالزبط موجود هنا لو اخترت كده بيتكوين انا ممكن اعملها بالبساطة شديدة باستخدام الوجت دي ممكن احطها عندي في تدوين واستفاد من اعلات قدس انت اللي فيها طولت كتير تب شوف معايا كده سعر البيتكوين ده موضوع انا عامله اسمه سعر البيتكوين دخلت جوه هتلاقي سعر البيتكوين لوحدي بيتغير بشكل لحظي اي تغيير بيتم فيه اكتب لي بقى مقالة عن البيتكوين اعملي مسلا سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه واعملها بالشكل اللي ظهر قدامك ده وانا هعلمك تعملها ازاي واكتب لي تدوينة كاملة بتتكلم عن الموضوع ده اسهل مما تتخيل الموضوع سهلي جدا جدا ولو قدمت في هتتجيب الوش يا معلم لانك شغال فينيتش بيهدف لفئة معينة والفئة دي غالية جدا جدا عند ادسنس نخش بقى في الموضوع على طول عشان تعمل الليلة دي كلها بتروح على بتنشئ مدونة خلاص بعد ما بتنشئ مدونة لو عايز تعرف ازاي تعمل الكلام ده ارجع شوف القناة الدروس شرف فيها كل حاجة خش كده على ومن هنا كده دوس على وفي الحتة دي حط لي الاكواد اللي انا سيبها لك تحت في بتاع القالب بتاعنا النهاردة في كل حاجة بقى من غير ما تغير حط كده القالب بتاعك هنا وفيديو التعديل عشان ما اطولش عليك هتلاقيه برضو في خلاص بعد كده يدوس على كلمة هيفتح معاك الموقع ركز معايا لو ظهرت لك الموبايل بالشكل ده يبقى كل اللي احنا عملناه مش يظهر على الموبايل واحنا عايزين الموبايل يبقى شغال معنا فنعمل ايه ندوس كده على علامة دي اللي هي وبعد كده مندوس على يعني يظهر لي الخاص به على الموبايل عادي جدا تبقى بالشكل ده يبقى كده الموقع بتاعنا شغال زي ما تشافين كده بره لو رجعنا هتلاقي ده شكل الموقع معاك طبعا تبقى موجودة دي وموجودة كمان الوجت دي طب يا محمد ازاي اعمل الحتة دي اللي هي سعر لبيتكوين اليوم خلينا اخش معاك كده واشرح لك في هدوس كده اكتب مسلا سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري طبعا هتحدثها بشكل يومي يعني انت تخطي مسلا تاريخ النهاردة كم ستة وعشرين اتنين آآ عشرين عشرين بكرة تحدث سبعة وعشرين اتنين وتعمل لها بعدية تمانية وعشرين اتنين وهكذا وتبدأ تحدثها بشكل يومي عشان المقال ده ياخد صورتي عالي ويبدأ يزهر معاك بمحركات البحث وتبدأ تنافس على الكلمة دي نفسها ارجع شوف الفيديو بتاع ازاي تكتب عنوين وفيديو التين ازاي تكتب مقالة كويسة وتجيب كلمات مفتاحية تحت في الدسكريبشن عشان تعرف ازاي تنافس هنا خلاص خلينا اخد بس كده سعر الدولار اليوم عشان ما طولش عليكم انا مش هكتب مقالة ولكن انا هاخد مقالة من جوجل احطها عندي في الموقع انت مش هتعمل كده خالص انت مش هتعمل كده انت هتكتب مقالة من نفسك خلاص يعني خلينا اخد كده الكلام ده خلاص واجي هنا علشان بس ادينا تبقى ماشي معايا تمام واجي في التدوينة بتاعتي احط كده وليكن دي كده صلب التدوينة خلاص واحد اتنين تلاتة هتعرف ليه انا حطيت واحد اتنين دهاتة دلوقتي تمام اخلي دي في النص اكتب واحد اتنين تلاتة واخليها في النص كده تمام ورح جاي على الموقع المعجزة الموقع ده اللي احنا بيجيب منه الاكواد اللي بركبها في القلب بتاعنا هتلاقي برضو لينكات موجهها تحت في الديسكريبشن عندنا اول معايا خلاص اللي هي بتظهر لك الاسعار اللي هي موجودة في اول الموقع لو رجعنا كده الاول موقع اللي هي الودجت دي قد الكوت بتاعها ممكن تحطه في اي قالب عندك مش شرط القالب اللي انا بعته لك اي قالب ممكن تاخد ده من هنا تحطه عندك في الودجت بالشكل ده طبعا الودجت دي بتجيبها من ايم بتخش على اه مش حيز اطلع من هنا ولكن هوررها لكم برضو خلاص بتخش على اللي اوت اللي هي دي الليها التخطيط. عندك بالعربي اسمها التخطيط. حطها لي هنا في اي حط انا بنحطتها هنا كده في البناورات الادنية. حط انت مكانها في اي حط. خ兩個. آآ نكمل الشرح بتاعنا دي كده اللي هي اول معي. تاني معي اللي هي اسعار الدولار. وليكن مسلا الموضوع بتاعنا الوقتي عن اسعار الدولار مقابل الجين لم Birds فاعمل ايه؟ اختار من هنا. اللي هي السعر بتاع العمل الأساسي مقابل ايه. لو انا اعمل مسلا موضوع عن سعر الدولار مقابل البيتكوين فاختار هنا البيتكوين واختار هنا الدولار. سعر الدولار مقابل اليورو نفس السيسلم. هنا كده اليورو وهنا كده الدولار. العكس يبقى هنا كده اليورو وهنا كده الدولار. تمام? لو انت عايز تختارها مسلا عندك سيم دارك يا سيدي. بتختار من هنا دارك. عندك سيم لايت بتخليه لايت من هنا. ما عندكش ادنى مشكلة. تمام? وده كده الشكل بتاعه. دوس كده على تمام? هيطلع لي الاكواد دي. اخد كده الاكوات دي كوبي واجي كده في التدوينة بتاعتي طبعا واحد اتنين ثلاثة ركز معي تيجي كده على الهنا ودوس كنترول اف واكتب واحد اتنين ثلاثة ليه عشان اطلع لي كلمة واحد اتنين ثلاثة دي اعلم عليها كده وحط مكانها الكود بتاعي خلاص ارجع لورا كده هلاجي الكود بتاعي زاهر اوه خلاص ممكن طبعا اشير الكلمة دي خالص كده انا كده شلتها واخلصت منها اللي هو طبعا حجوك نفسها طبعا انا ما نصحش بكده انت سيبها بس يعني براحتك الموضوع يرجع لك بعد كده باكتب هنا مسلا اسعار الدولار بعد كده بتدوس على اكتب هنا كده ما تكتبش تواريخ لانك هتحدس لو كتبت تواريخ في العنوان فالدنيا هتبوز معاك هنا كده حطوله صورة يعني ارفع لصورة هنا كده سعر الدولار شانتظار لك برة بعد كده دوس على كلمة اولا ما بدوس كده على كلمة اطلع بس من دي هدوس على هيزهر لي طبعا المقالة اللي انا كتبتها وسعر الدولار بيتحدث بشكل لحظي معاك اي تغيير بيتم بيتم معاك هنا طبعا دي كده ودت حية يعني ايه حية يعني مش حية اللي هي اللي هي افعة ولكن حية لو اي تحديث بيحصل بيتم معاك يعني والحمد لله الدولار رفع شوية لستين سنت او خمستاشر ستين اربعة ستين ده كويس مع انه كان بينزل بس ما علينا المهم اللي هي طلعة والنزلة معاك دي طبعا ما افهمش الفوركس كتير بس زي ما انت شايف كده خلاص روح يا سيدي اعمل لي حاجة تاني اعمل لي مسلا سعر اليوم سعر اليوم سعر مسلا اليورو اليوم اليورو مقابل الجنيه دوس كده هتطلع لك تاني اليورو مقابل الجنيه المصري تاخد كده الكود ده تروح على المدونة وتعمل تدوينة بنفس الفكرة اللي انا ديتها لك انزل تحت شوية ده كده لعملة معينة عملة واحدة بس هتعملها بالشكل ده وتحطها عندك في انت مسلا عايز تحط هنا كده بدل الشائع ده تحط لي دي خلاص فابتاخد كده كود دي وبتيجي هنا كده في خلاص وبتيجي في هنا وليكن مسلا في الحتة دي وادوس كده على الكود ده وادوس هنا على وحط لي كده الكود ده واكتب سعر البيتكوين وانزل تحت هدوس على كلمة سيف هدوس كده على خلاص اكفل بس دي كده اخش هنا طبعا دي الكونفيرتور هعرفك برضه وتعملها ازاي انزل تحت شوية تلاقي سعر البيتكوين ظهرت لك لوحدها ممكن تكبر الكلام ده من الاكواد عادي يعني المشكلة مش مشكلة كبيرة من هنا كده اختار يا سيدي تلتمية دوس كده على كرية طبعا لازم انتدوس على كرية ويتجيت عشان آآ الكودي يتغير معاك هتلاقيها ظهرت معاك بالشكل الكبير ده خد كده وروح حطه هناك عادي جدا ننزل تحت شوية ده بتاعك ممكن برضه تكبره من هنا اختار تلتمية دوس كده على كرية ويتجيت ننزل تحت هتلاقي كبر معاك بالشكل ده طبعا واحد من وقلة بتاعك ممكن يبقى لايت وممكن يبقى عادي جدا خد كده وروح حطه هناك عندنا بقى ده الحاجة اللي بتمشي دي انا ممكن نعملها عادي نركبها عندنا في الموقع وتزار في المقارات بتاعتنا والموضوع سعلي جدا جدا بس اهم حاجة تتعلم ازاي تكتب اه التدوينات المختصة بالموضوع ده وده بازن الله بقى موضوع حلقة اللي جاية هنتكلم فيها عن ازاي تكتب مقالة كويسة عن موضوع البيتكوين والاسعار لو انتم مهتمين بالحاجة دي تسيبوه تحت في الكومنتات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة